إيقنا بجينت صحيح صغور الجيغي تيليكم الجيغي تيليكم يلس ذا سقراف إيقنا بجينت صحيح ويغدي سلان كودنيان صباح الخير فلوان سريد فوما تفوي السين وسنين غيمسا فاطمة خلاف ذنسات إدي الهان سيسالان ذي تولسا سباح الخير وسنين مزله سباح الخير لكم سفلا ون مرسي بكو تليمين مكيثة مساء فاطمة خلاف مسلي يمزورو أدي زيغ أفلكم الحملة نحسس تشد ثلساء يغني المندو بي يدي الهان سلسان حبينا نتحدثوا على هذا الحملة التحسيسية اللي درتها المندوبية الوطنية للأمنة عبر الطرقات هي خاصة يعني موجهة خصيصا للأطفال واللي بدأت البارح يوم الثلاثة ومتواصلة حتى نهاية العام الدراسي. صحيح يعني المندوبية الوطنية للأمنة في طرق نظمت بداية من 10 أكتوبر 2023 حملة وطنية تحسيسية لحماية الأطفال من حوادث المرور خاصة الأطفال المتمدرسين يعني لزام فرانسكولاغيزي. هذه الحملة رح تخلاص مع نهاية الموسم الدراسي إن شاء الله. على شهاد الحملة لأنه لما نشوفوا يعني إحصائيات حوادث المرور للأسف عندنا عدد كبير من ضحايا حوادث المرور هم من فئة الأطفال. في 2023 يعني 8 شهر لولة 2023 عنا 351 طفل توفى بسبب حوادث المرور و4128 طفل آخر جاريح. يعني هذ الأطفال سنهم تحت 14 سنة. وبالتالي هذ النسبة يعني نسبة كبيرة للأسف من ضحايا حوادث المرور رهم أطفال. هذا من جهة. من جهة ثانية نحن نعلم أنه في هذا الموسم الدراسي 2023-2024 كي ندرج تربية مرورية في المقرارات المدرسية يعني وهذا رح تكون لنا فرصة إحنا كمندوبية وطنية للأمن في الطرق باش نقدموا نشاطات وندعموا الدروس البيداغوجية بنشاطات لا صفية يعني ترقي الوعي المروري من جهة عند الطفل والتلميذ. ومن ناحية وحدة أخرى يعني الحملة التحسيسية رح يكون فيها خرجة ميدانية كذلك من أجل توعية السائقين بضرورة احترام يعني المناطق اللي يرتدها الأطفال يعني خاصة المجمعات المدرسية اللي تكون فيها عدد كبير من الأطفال الأحياء الشوارع وين كذلك يكونوا عدد كبير من الأطفال اللي ربما يلعبوا في هذه المناطق. إذن توعية السائقين بضرورة أخذ الحيطة والحاذر وخاصة خاصة تخفيض السرعة عند الاقتراب من المجمعات المدرسية. توعية الأطفال ويعني نعطوهم نصائح وإرشادات ونديرو لهم نشاطات من أجل ترسيخ الثقافة المرورية خاصة بما أنهم يعني لباس تع الثقافة المرورية هي توعية الأطفال وتحسيس الأطفال وتجنيد كامل كل الفاعلين والمتدخلين والمجتمع المدني من أجل المساهمة والمشاركة في هذه الحملة. تنمير ثم سافة مخلاف تنمد فين يعنان الحملية هي نوح الساس دو عيني قيبذان إذ اللي عشران تقوى قوري نوكتوبر ججالة وثلاثة وعشرين وردي كملان في ثغزين ونو سقساقين اللقرية تنمد باللينا تسنتوي لثا إيتهجيم يعني ووضاهي لأماركانتيا ألا تغانفين يعنان أسقساقين تسمي كثيرا باللي يعني إلا دوهي ليونواهي لقرية بد من ذا جديد ذي لأكلات أن دانها أذ صغرون أمشي سنقر التربية يعني السياق المرورية ذي لأكلات أسنسكين يعني المحذران أذ لمانا إي قردان وثنا مد باللي ألد غا يعني غا يجي داغان إوساد من بعد لحساب مقرني تفكين أف لكسيدات ني بردان ان داني تسجلان أزال تلتمية واحد وخمسين ني قرداني قموثا ونيقنا ربعالاف ذي مجراح ويجي نغذي قرداني قويض نارا أربعتاش نيس جاسن ذي العمارة تنسا أيا جي نغذي ليونواهي لابدما أن حساسي قردانا جي أس القيمة دوازال إي سعان أمن دي بردان وداغان تمسيماد في يونواهي لأن داني ترحم غا تمس دوغين أتحسس ما إي مولانا نسم دي مان من كمن فواهي لاجي نحساس دو عي تبدان يعني الحملية جي ثم قران تمسي بلي تبدان يطلين ونسا تدي كملين أف تغزين نسي جاس أيا درانا ذا شو بالاكر اللي بخوغ غا من يغذر شو ذا هيل الذي ينزغس بالدماء يعني أمكال دي لي أطبقي ناس هذي قنار على دغا هيل نوان واحي دلمينيستير الإدوكاسيون حبينا نعرف يعني هاد البرنامج اللي كما قل لكم راحين تتعاملوا معه مع وزارة التربية راح كيف راح يكون تطبيقه في الميدان والله إحنا نعرف إنه وزارة التربية قررت إدراج مادة التربية المرورية في المقرارات المدرسية هاد المادة اللي مراحش تكون مادة من فصلة ولا مادة قائمة بداتها ولكن عبارة عن مواضع ومحاور يتم إدراجها في المقرارات والمواد الموجودة بالنسبة للمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي المتوسط والثانوي هناك مواد راح تحمل هاد التربية المرورية مثل التربية المدنية اللغات العربية الفرنسية الإنجليزية المواد التبادة التربية الإسلامية المواد العلمية الرياضية الفيزياء العلوم الطبيعية كل هاد المواد راح يتم إدراج من خلالها التربية المرورية هذا كدروس بيداغوجية في المقابل هناك ما يسمى بالنشاطات اللصفية يعني النشاطات اللي يقوم بها التلميذ خارج إطار الدروس البيداغوجية واللي في غالب الحالة تكون مثلا في الفترات المسائية فترات الراحة أو فترات يتم يعني اقتطاحها من أجل أنه التلميذ يخرج من هذاك الطابع الروتيني يعني تعد دروس البيداغوجية من أجل القيام بنشاطات إضافية تقدر تكون نشاطات فنية مسرح موسيقى أشغال يدوية ورشة للرسم نستغلينا هذا الفضاء من أجل تخصيص وتكييف هذا النشاطات مع التربية المرورية يعني نتنقل كمندوبية وطنية للأمن في الطرق سواء على المستوى المركزي كما يعني درنا البارح في مدرسة عبدالله حواسين بحسين داي أو على المستوى المحلي يعني عبر 58 ولاية عبر المندوبية الولائية للأمن في الطرق نتنقل للمدارس ونقوم بهذا النشاطات يعني التلميذ يقوم بهذا النشاطات ولكن في مجال السلامة المرورية كمندوبية وطنية للأمن في الطرق نكيف نشاطات التلاميذ ونحاول نلحق رسائل فيما يخص حوادث المرور ظاهرة حوادث المرور مخاطر الطريق وش لازم التلميذ يقوم به عندما يستعمل الطريق سواء أو لما يكون راكب داخل سيارة يعني مع الوالد ديالو لما مع الوالدة ديالو هو أصبح يكون سائق المستقبل أيضا أكيد البداية تكون هو كمستعمل طريق يعني باش هو واللي يقدر يحمي نفسه هو يكون كمستعمل طريق لأن الطفل سيتانوزاجد لاغوت يعني الطفل هو مستعمل للطريق وبالتالي يتعرض للمخاطر تاع الطريق كيروح من البيت ديالو للمدرسة ولا كيكون مثلا في المتوسطة ولا في الثانوية في الكولج ولا في الليسي المسافة اللي راح يقتحها الطفلة راح تكون أكبر لأنه راح يقولي انديبوندون في ديبلاسمون ديالو يعني اللي مستقل يتنقل وحده للا الأولياء ديالو مش كمكان صغير وبالتالي طول المسافة اللي يتنقلها هاد الطفل وتعدد المسارات ديالو راح تزيد من احتمال يعني تعرضوا لحوادث المرور لذلك أول شي نقنوه للطفل هو كيفاش يحمي نفسه كيكون في وضعية خطر والتصرفات مثلا اللي يقوم بها واللي لازم يقوم بها كيكون راكب في المركبة مع الأولياء ديالو الأخطاء اللي ما لازمش يرتاكبهم كيكون راكب داخل السيارة كيكون راكب داخل حافلة مثلا هادي أول المبادئ الأولية نعلموها للطفل ثم لما يعني نتقدمو في الدروس يعني كيكي قلو بلنا نعلموها للطفل أشكو كيما يقولوا يعني اللي يشتغلوا في المندوبية ولا يعني البروغرام كيفاش راح يكون البروغرام راح يتناول نفس الموادع البروغرام راح يكون من المندوبية اللي راحين يسامون في المندوبية راح تدعم الموادع البيداغوجية لأنه الطفل راح يقرأ نفس الشيء في الدروس البيداغوجية لكن يبقى الدرس البيداغوجي لازم له درس تطبيقي لازم له درس تطبيقي ولازم له دعائم تحسيسية وهذا اللي تتكفل بها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق لازم له دي سيبوغ بيداغوجيك اللي يدعموا الدرس البيداغوجي الدرس البيداغوجي ما يكونش درس جاف الطفل يكون امام برك المعلومات النظارية لكن لما يكون درس تطبيقية درس تطبيقية دريلو حاضرة للسياقة البيداغوجية في عشرات المور ويشوفها يشوف دي فيديو على استعمال طرقات يشوف دي سبوت على استعمال طرقات هنا يشوف دي زي ماج دي فوتو هنا الطفل راح تترسخ المعلومة بسرعة اكبر وبسهولة ورح يحب هاد الماتيغ يحبي درسها يحبي تتيري لاتونسيون ديالو لانو الطفل يحب يحب هاد النشاطات اللي تخرجوا على الدرس البيداغوجي فضاء وين من جهة راو يلعب راهو يرفع على روحه ومن جهة وحد اخرى راهو يتعلم المبادئ الاولية في السلام المروري مس خلف فاطمة تنامد فين يعنان اهي لاجي اترات خدمة مياكو ذو غليف نطر بقى تنامد اطاس ان تمسال رات سقرد شما ذي قيس الادغا فين يعنان اطبق يعنان دروس اجي ديذ نيقورذان في ثمانية وخمسين اللي ولايا اجروذ اذي غراس اجيس اجي مادة يعني غنطر بقان فين يعنان لمن اذي قبر ذا اذي سقرش نمشي دنان اطاس اه اطاس نتمسال ايقعنان ناس حبيبار ذا قبر ذا اما سنت خمام دروس تطبيقية نمشي دنان نيغا سنت تسفاهمن نيغ يعنين اسنت توريم اميك اديوين اتكزماني بردان نيغا مكي ديوين اذوطا اه اه يعنين سلمين غر لك ولا تنسى ان بغا كان ان نعلم اما سان خليف فاطمة اي درا اهي لاجي يبدا نيغ ما زال هاد البرنامج سيداتي بدأ او لا ما زال يعني لا هو انطلق وسواء بالنسبة للبرامج البيداغوجية او او البرامج اللاصفية البرامج انطلقات عبر كل اه المدارس ونتمنى يعني التوفيق هذي فرصة بش نتمنى والتوفيق للاساتي دا يعني انهم اه يوصلوا الرسالة اللي كلنا رانا حابين نوصلوها لتلاميذتنا وعن طريق تلاميذتنا نوصلوها للآباء للأولياء للأسر لانه طفل يبلغ الاولياء ديالوب واش درسوا في المدرسة بطريقة تقريبة مصفة يومية الاولياء رهم يساعدوا ليعاونوا ابنائهم في الدراسة وبالتالي هذي تاني رح حتكون قانات آآ يعني آآ باش كذلك نلحقوا هاد الميساج دوسنسيبيليزاسيان لحقوا هاد الرسائل التوعوية للأولياء للآباء للأمهات لانهم هما اللي رام يسوقوا وهما اللي راهم كذلك يرافقوا ابنائهم آآ للمدارس عبر الطرقات يكونوا قدوة لهم ويتصرفوا التصرفات سليمة آآ آآ لابنائهم لانو ابنائهم رام يقلدوهم في تصرفاتهم في سلوكيتهم كيفاش يستعملوا الطارق كيفاش يستعملوا السيارات يحترموا قوانين المرور ولا ما يحترموهاش وبالتالي الابناء راح يقلدوا الاولياء ديالهم وراح نختنمو هاد الفرصة باش يكون الطفل يعني آآ همزة وصل بيننا وبين الاولياء كساكين. ربما يقدر مام هو يكون يعني قدوة لولديه آآ كيسي يقولوا اقلتوا بالك هادي يبالك تعلمنا في المدرسة. صح صح يقدر يقدر يؤثر على دياله يؤثر على دياله ويحنا نعرفوا باللي البوين فابلتا ديالهم شي لازم فان لازمעם الابناء ديالهم هما نقطة ضعفهم وبالتالي يستعملهم خاصة اذا عرفوا انو طفل وش راو يقول طفل عنده الحق يعني هاده هو السواب. انا سيدتي يعني بتاع يعرفوش معانتها تقفاء المرورية لأنه رقم تحت 350 طفل كما يقولوا في 2023 وثمين شهور فقط يعني ما زالك أربع شهور وحد أخرين أطفال وحد أخرين راح يكونوا ضحية لحوادث المرور لكن لو كان يعني نحسنوا تصرفتنا نحسنوا سلوكيتنا نفكروا قبل ما نخالفوا قانون المرور أنه قادر ضحية يكون طفل ما لحقش حتى سنة 14 سنة ثاني ميرثا ما سفط ما خلفت نمد يعني أفين يعني أهيلا جيغا إتهاجي مذونا جيبذان مرة ذي لكولاث نتمرتنا غوطنا مديبذا جميكش من يعني إيقورذان غير القرية ويسوين وانا كنيغا إيقورذان جيغا دوغالين نوثنيغا مخي سنقارد القدوانيغ يعني فلاسان إي مولانانسان صوتنا سحبيبران دق بردان إيمان 351 ذا جروذي جموثان ذي ثمنيا وقورنا جيغا نزوج 2023 يعني ضوطون مقرن ويسوين وانا كنيغا أنصوذ أدنسان قصد ذي لحساب أدنسان قصد ألا تغامران وانوالي ما زال ربعان وقورن يعني أنا ذي لحساب إكس خلاعين ستاقا نتحميل لديد وانا تدويل تواساقيا إينا بغين صباحي الساعة 831 دقيقة سريد فوما طفو السين قيم كان ديدنا غد نوغل دكران الوقت أدسلم إينا بغين صباحي صغور الجيغي تليكم الجيغي تليكم يلس ذا سقراف إن شاء الله دي ماغاني لديينا كنيغا انكني داغان نساهم ذي الحملات نوحسس ألا تغامران ذي لمن ذي بردان مافو قرودنا في مدان سو مثا مسا فاطما خلف فدنوغالياني غروخ دي من المندوبية يجيغا ثاغنوث نيغثو لسا ثاغنوث نسح ببر أف لمن ذي بردان غرثا ما انتم ستا نسح ببر أورثما أن الحملات يتخدم أي درعان نعرف كما نقول العمل المندوبية عمل كبير إضافة إلى هاد المسألة حملات التحسيس ستقوم بها في كل مجالة ليس فقط الدخول المدرسي ولا في الصيف في الأحوال الجوية ما هو أيضا مهام المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات والله المهام المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات هي أولا وقبل كل شيء تنفيذ سياسة الوطنية للأمن في الطرق من الناحية العملية يعني كل ما يتعلق بالأمن في الطرقات والمشاريع المتعلقة بالأمن في الطرقات والملفات ذات صلة بالأمن في الطرقات التنسيق بين كل المتدخلين في مجال الأمن في الطرقات هي من مهام المندوبية يعني عندها عدة مجالات للتدخل سواء كان مجال الاتصال سواء كان مجال التشريع يعني تساهم في القوانين اللي عندها علاقة بأمن الطرقات والوقاية من حوادث المرور بالإضافة إلى الإشراف على التكوين في التدريب على تقنيات سياقة السيارات كذلك كل ما يتعلق برخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالنقاط لما يتم تنفيذه إذن نتحدث بصفة عامة هذا المشروع ربما سيدتي رح يساهم كثير كما يقول فيه أكيد رح يساهم كثير لماذا؟ لأنه رح ربما الرقمنة هي مشروع فقط رخصة السياقة بالنقاط ولكن رقمنة هذا المجال بصفة عامة رح يعطي دفع كبير للوقاية والأمن المروريين لأنه اليوم لما نشوف الدول المتطورة سونيا نشوف أنه تقريبا كل المجالات تم رقمنتها الرقمنات تعطي فرصة أنه نسرع وطيرة الإنجاز والفاعلية في الميدان والحصول على معلومات أكثر دقة ومعلومات تمس كل المجالات التي عندها علاقة بالوقاية والأمن المروريين وبالإضافة إلى تدخل البشري في ربما العديد من المجالات والأمور ينقص إذا تمت الرقمنة إذن عن طريق الرقمنة كأرضية لتسيير أو إدارة الأمن المروري هذه تكون مرحلة جد مهمة من أجل التقدم أين وصلنا لأيوم في هذه المسألة؟ والله كين فرق رهي تعمل سواء على مستوى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق أو على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية فيما يخص رقمنة رخص السياقة يعني الانتقال من رخص السياقة الكلاسيكية إلى رخص السياقة البيومترية ونحن نعلم أنه عنا ما يفوق 13 مليون رخصة سياقة إذن أشوات تقدمة يعني لحقت فيها هذه العملية من أجل رقمنة كل رخص السياقة وتحويلها إلى رخص سياقة بيومترية وكذلك هناك فريق عمل آخر يصهر على نظام رخص السياقة بالنقاط من أجل تفعيله في الميدان لأنه يجب أن نعلم جيدا أنه مشروع ضخم مشروع يحتاج إلى إمكانيات تقنية معلوماتية بالإضافة إلى الكفاءات البشرية ثاني ميرث أمسا فاطيما تنامد يعني فإن يعني نتاويلات مرة إذ خدمان تنامد بالي أطس نتاويلات إذ خدمان فلاسا لدغان فإن يعني أسير دوس اللحوغ لمن ذيكي بردان إميغت لايسون استراتيجي ثبت ما نتسبت دم ويتسبت يعني لحكومات وثمثا لكني نتصوضم تنقصان ذي الحساب اللاكسيدات ذيكي بردان وثنمد داقنا بالي أطس نيسان فارني غوهي لان يعني مشاريع ديم قرانان إذ خدمان يكودي مولان تعني تمسال تاقين أمديا لانوميريزاشون يعني فاشون تمسال لانوميريزاشون نيغرق مانا نيغس خدمان تاويلات أثرارا ذيكو خديمن وانا ألا دغان فإن يعني لان لأبير ميه بوان ميدنتا يعني تمسال السوجودم غي ساغرزات ودوينا إج حواجين تاويلات مقرنم حيتنين وانشاء الله هدوينا لديين دقنار دقو سنة جينا إيدي ثدوني ميه أسا جي نيغن تلتاشنا لفم حيتنين إجلان لأبير ميه ويه يجي مران يويد أسا جينا دي لانوميريزي يعني يعني غادي لانسوس خدمان تاويلات أثرارا مسا فاطيما داغن خلاف تمسالت النطن تساعة داغن بلا كزال مقرن تمسالت إجلان يعني غادي شودم غوين مشي سنقار دي ما أقرود دونك يعني غادي نغال غا تمسالتا جي نغاقرود تلاديوث مسابقة للأطفال اللي كتابة الرسائل يعني نبغا غا نعلم تفاصيل اكترا في تمسالتا جي كتابة الرسائل المسابقة يعني وطنية ولا دولية للأطفال فيما يخص حوادث حوادث المورور دائما يعني قيل هناك مسابقات اللي راكم تقوموا بها ولبالك قمتوا بها في هذا المجل لتعاون الطفل بشيخة لرسالته هي كنا السنة الماضية كانت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللسلكية كانت قامت بمسابقة كتابة الرسائل المسابقة وطنية لكتابة الرسائل كان الموضوع حول السلامة المرورية وكنا شاركنا في هذا المسابقة بفعالية نظرا لأنه المندوبية الوطنية للأمن في الطرق سواء كان على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي لأنه كانت لجان على المستوى المحلي لقيمة مشاركات الأطفال وكانت مشاركة قياسية الشيء الجميل في هذا المسابقة أنها كانت مشاركة قياسية مشاركة قياسية من طرف الأطفال لأنه الموضوع حسنا أنه من خلال هذا المشاركة ومن خلال التعبير اللي قاموا به الأطفال أنه موضوع يهمهم يهمهم كثير هذه كانت لنا فرصة كمندوبية أنه نتقربوا من فئة الأطفال ونعرفوا يعني كيفاش النظرة ديالهم لظاهرة حوادث المرور وتلقى أنه حقيقة راهم مهتمين ولو كان فقط يلقاوا هذا هو الهدف يعني منه تكيد تكيد راهم مهتمين ولو كان فقط يلقاوا يعني التوجيه والتأطير من طرف الهيئات المعنية من بينها احنا كمندوبية وطنية للأمن في الطرق هذا مش حبيث يعني السخصي كما هاد المسابقات خاصة مع قطاعات أخرى يعني ما عندهاش ربما علاقة يعني مع الأمن في الطرقات قطاع الباريد يعني كيفاش تساهم في عمل المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات احنا في كل مرة نقوله أنه التوعية والتحسيس وتسليط الضوء على ظاهرة حوادث المرور هي ما هيش مهام المندوبية فقط ولا وزارة الداخلية فقط وإنما هي مهام لمشتركة ونقدر يعني كل القطاعات تقدر تساهم كل واحد في مجال التخصص دياله ولا في نتاق التخصص دياله هي وزارة الباريد والاتصالات يعني لقات باب تقدر تساهم فيه بفعالية في مجال التوعية والتحسيس وتسليط الضوء على ظاهرة حوادث المرور وزارة الاتصال من خلال كذلك فتح الفضاء للحصص لاتتناول ظاهرة حوادث المرور وكذلك تساهم من جانبها في ترقية الوعي المروري في تنظيم أيام دراسية في القيام بتظاهرة تحسيسية في الوصول حتى يعني إلى أبعد مناطق مناطق نائية وين بلك احنا ما نقدرش نلحقه بعض المؤسسات تقدر تلحق لأنها يعني منطقة ناشاطها منطقة تواجدها وتقدر يعني تخصص يعني وش نقدر ما نقوله تخصص وقت من وقتها وفضاءات يعني تخصص برنامج ولا فضاءات ولا حتى ميزانية من أجل دعم السلامة والوقاية المروريين لأنه مسؤولية مشتركة هناك طبعة جديدة سيدتي في 2023 مع باريد مع قطاع الباريد والله احنا مستعدين وأبوابنا مفتوحة لكل الهيئات لكل الهيئات والمؤسسات اللي رايح حبة تنشط في مجال السلامة والأمن المروريين أبوابنا مفتوحة نقدرون تعاونوا معاهم يعني بصدر رحب ونجندوا كل ما نملكه من إمكانيات من أجل إنجاح أي تظاهرة عندها علاقة بالسلامة والأمن المروريين تانمير ثمسة فاطيمة خلاف تنامد يعني غفين يعنين أهي اللي كنت جمعاني كذو حريش اللي بوست ثنامد ثلاثيز وجالف واثنين وعشرين وثنتم زيزد عندانغيتكين زيس أطس نيقوردان دوياكني اديس بينان ثقافان سن نيغاد لسنسن أفين يعنان لمن ذيقيا بردان ويعني في كيم تغريغ مرة إحريش ناكني نيغا أذتكين دي تمسال تاقيا إميغا دوينان ايكس عانزل مقر ناكني نيغا أذعيونا باش أن نسحبس ونستنقص الادغان دي الحساب دي تمرثنا اسقسيغ ناد ندغن مسا فاطيما خلف ادغان ثلاثيز نون بدو ثفوكت دود ثلاثيز يعني نشتوا اي دراغ دي تزوارا ثلاثيز نون بدو ما نزمر يعني غد نمسلي في لس كيرا حبينا نتحدثوا على موسم الاستياف خلاص ودوك موسم اشتا حاصيلة ربما لموسم الاستياف والله بالنسبة لموسم الاستياف الفين وعشرين ولو أنه ما عنديش أرقام حاضرة هنا لكن نهضر بصفة عامة أنه كل المؤشرات يعني للأسف سواء عدد الحوادث أو عدد الضحايا ارتفع خلال الموسم لماذا ربما ما وش نقدر نكونوا كلنا لاحظناه خلال موسم الاستياف الراهن يعني رغم كل المجهودات اللي بدلناها يعني كمندوبية وطنية للأمن في الطرق خلنا بحملة تحسيسية ككل الشركاء يعني مصالح الأمن الكل يعني جنده من أجل أنه موسم الاستياف يعني ما يكونوش في حوادث ربما حوادث اللي كانوا حوادث خطيرة يعني لكن للأسف كان هناك حوادث مرور خطيرة وربما لشي اللي لاحظناه خلال هاد الموسم هو التورط كبير اللي كان النقل الجماعي النقل الجماعي يعني حوادث المورلة تورط فيها الحافلات والنقل الجماعي للمسافرين خاصة يعني النقل الجماعي أنتغ ولاية يعني اللي كان ما بين الولايات وللأسف هذا اللي خلال هذا اللي خلال أنه ربما الحصيلة تكون أثقل بالضحايا سواء من حيث الوفايات أو من حيث الجرحة نحن نعرف أنه موسم الاستياف تكون في حركية كبيرة خاصة بالنسبة للتنقل ما بين الولايات من مناطق ربما الجنوبية أو الداخلية نحو مناطق الشمال حتى بالولايات فيما بينها يعني موسم الاستياف هو موسم العطل والتنقلات كانت نسبتها كبيرة وكبيرة جدا لكن بالمقابل هذا رفع من احتمال وقو حوادث المرور ولما نقوله تورط النقل الجماعي الأكيد أنه نستنعو أنه الحصيلة تكون ثقيلة لذلك ربما في في الحملات اللي تكون في المستقبل إن شاء الله راح تكون تدابير أكثر أكثر صرامة ترافق للحملة ترافق للحملة لأن الحملات التحسيسية وحدها ما راح تكفيش ما تقدرش تكفي وحدها لازم تكون معها تدابير عملياتية تدابير ميدانية التوعية والتحسيس ربما تكون بالنسبة لفئة معينة لتقدر عندها استجابة مثل هذه الحملات لكن هناك فئات تحتاج ربما إلى مراقبة وإلى مراقبة صارمة وإلى مرافقة يومية وقوانين ردعية القوانين هي أصلا قوانين ردعية لكن ربما المرافقة في الميدان تطبيقها أكثر في الميدان المرافقة في الميدان والمرافقة اليومية والمستمرة في الميدان راح تكون عندها فاعلية أكبر بالنسبة للفئة التي تتمرد على قوانين وقواعد المرور خاصة يعني نتأسفه شيء كما هذا أنه نتحثه على سائقين سائقين محترفين سائق محترف لسوق حافلة وللأسف الشديد يعني يتورطه في مثل هذا الحوادث لأنه في غالبية الحالات اللي صارت كان التعب هو السبب الرئيسي في وقوع مثل هذا الحوادث لأنه غالبية الحوادث ربما وقعت في ساعات في الليل أو في الساعات الأولى يعني تعالى الصباح وبالتالي سياق لساعات طويلة ساعة مستمرة دون 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 أخذ قصة الراحة دون احترام فترات الراحة يؤدي أكيد إلى شعور بالتعب والتعب والإرهاق الشديد وبالتالي يعني أبسط مخالفة مرورية يقدر يؤدي إلى انحراف الحافلة ووقوع حوادث مرور وهذا الشيء اللي يحدث في موسم الاستياف الماضي وسيتم تقييم هذا الموسم وكل إجراءات اللي تم اتخاذها وفي المقابل النتائج المتحصل عليها سنحاول نحافظ على الإيجابيات ونعالج النقائص والسلبيات بإذن الله أكيد موسم الشتاء معروف معروف أنه موسم كذلك الفترات اللي ترتفع فيها حوادث المرور بداية من ديسمبر إن شاء الله ديسمبر 2023 وإلى في كل سنوات تقريبا شهر ديسمبر جونفي في فبريه هي الفترة اللي يكون فيها تقلبات جوية لكن احنا اخذينا احتياطتنا منذ شهر أكتوبر لأنه كذلك فصل الخريف وعلى الرغم يعني من قلة التقلبات الجوية لكن هناك تقلبات جوية بدلل أنه اليوم مثلا اليوم كان ضباب كثيف ضباب كثيف يعني وين حتى السائقين تقريبا ما يقدرش شهر أكتوبر وكل ما يتعلق بالتقلبات الجوية والسياقة في الظروف الجوية يجب أخذ كل تدابير الحيطة والحذر لأنه نعرف أنه مثل هذه الفترات هناك تعقيد في عملية السياقة يعني السياقة تكون صعيبة شوية بالنسبة للسائق لكن إذا كان هناك حيطة كان هناك حذر صيانة المركبة أخذ تدابير الوقاية الأكيد أنه ما رح يعني رح يتفادى كل المخاطر اللي يقدر يتلاقاها في طريقكم تنمير ثم صفاتي مخلاف تنمد باللي يعني أهيل دمر كانت يتخدمان فلاس ذي ثلاثاقين أما تنان يعني نون بدون ضغا تنمد زجر دمد أطس لكسيداتني بردان إيدي طران وضغنيون وهيل بدما يتدوم تخدمان إيثا لثاقين نشتوا لو معنى يويد كان أف ومدان دنتان الذي سحب برن أف يعني لما ينس دق بردان ربما رسالة اللي تحبو توجدوها اليوم سيدة فاطمة خلاف كيما قول كل مستمعين والله رسالة اللي دايما نقولوها ونعودوها ومن ملوش من تكرار تحها ونقولوا بالك ولا ربما ويلو كان واحد شخص واحد يبدل وطريقة اللي يسوق بيها وطريقة اللي يتعامل بيها مع الطريق وطريقة اللي يتعامل بيها مع باقي السائقين والله حاجة مليحة لنا يحترم قواعد وقوانين المرور لأنه هذي القوانين مخدمة باش ميكونوش لزاكسينه لو كان كل واحد يحترم قواعد وقوانين المرور خاصة هذيك المخالفات اللي ربما تأدي أكيد أكيد تأدي إلى حوادث مرور مميتة يكفي أنه نحترم قواعد وقوانين المرور نحترم بعضانا في الطريق لأن الطريق فضاء مش طارق لأنها الأولى من نوعها في المدارس إن شاء الله كيما يقول وسمه منا نهاية السنة رح يكون تقييم كيما يقوله حقيقي لأنه بلاك ما يكفيش نديره فقط حملات بدون تقييمها لأنه لازم يكون تقييم باش النقائس لنسجلوهم في هاد في هاد الحملات كيما يقولون نتفادوهم في الصحيح هدوش قلنا على حملة موسم الاستياف التعالة الفين وثلاثة وعشرين رح نقيم ونشوف نتائج ديالها كيما قلتي هذي أول مرة وين رح الحملة تستمر إلى غاية نهاية موسم الدراسي وربما رح يساعدنا تقييم هاد الحملات خاصة حملة المدارس والتربية المرورية لأنه الأساتذة والطاقم الطربوي رح يعاوننا في هاد المجال إن شاء الله رح لتأجل مرجوة شكرا 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 أن أكون دينيغ ثاني ميرث وارث وفاس